المرأة البحرينية المرأة البحرينية وقدمها صاحبة السمو الملكي الأمير سابيكا بنت إبراهيم آل خليفة قرنة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وضمن هذه المنظومة الوطنية عملت وزارة الداخلية بتوجيهات من معالي وزير الداخلية على دعم المرأة البحرينية العاملة في السلك الأمني حتى استطاعت تبوء مناصف قيادية والوصول إلى رتب رفيعة ساهمت المرأة في وزارة الداخلية بفضل ما تمتلكه من إرادة قوية وعزيمة وإصرار إلى جانب الرجل في تحقيق عدد من الإنجازات بالسلك الأمني في قطاعات الوزارة المختلفة واستطاعت بفضل الدعم الدائم من قبل معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية من تبوء عدة مناصب أبرزها مستشار معالي وزير الداخلية لشؤون الشرطة النسائية ومنصب مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع ومدير عام للشرطة النسائية بالإضافة لعدد من المدراء ورؤساء الشعب والفروع في مختلف الإدارات دور لجنة تكافأ الفرص هو التعاون الوثيق والتام مع المجلس الأعلى للمرأة لتنفيذ المبادرات المتعلقة بدعم وتمكن المرأة البحرينية بوزارة الداخلية وأيضا تقديم الخدمات الصحية بأعلى جودة كرعاية أولية بواسطة إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية أيضا توفر وزارة الداخلية كافة الرعاية لأسر الشهداء منها الرعاية الاجتماعية والصحية والمعنوية المبادرة الثانية تطوير عمل مكاتب حماية الأسرة يتم ذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة لتطوير الخدمات التي تقدم لضحايا العنف الأسري إن مسيرة العشرين عاما للمجلس الأعلى للمرأة هي مسيرة عطاء وتقدير ومبادرات وجوائز حققت فيها المرأة البحرينية الكثير وما زالت موضية بعزم لتسجل إنجازات وطنية تعزز من حضورها المجتمعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر